السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزيات الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري هذا الفيديو غاد يخص إن شاء الله مكون صرف والتحويل في مادة اللغة العربية كدرت معكم الشكل وفهم المقروع اليوم إن شاء الله غاد نديره مكون صرف والتحويل وكذلك مكون التراكيب وكذلك الإملة إذن نبدأ على بركة الله مكون الصرف والتحويل عليه عشرة ديالنوقات سؤال أول أصنف الأفعال التالية حسب الجدول إذن عندي استدهر عمل هدأ انطلق استقال نوى تفاعل وسعيد إذن عدنا الأفعال المجردة والأفعال المزيدة الأفعال المزيدة معناها ما زاد عن أحرفه الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة إذن بنسبة الأفعال المجردة هي اللي كتكون من الحروف الأصلية فقط إذن هنا عندي استدهر استدهر فعل مزيد نعم استدهر ثم عامل عامل فعل مجرد ثلاثة هدأ هدأ نفس الشيء انطلق فعل مزيد انطلق ثم استقال نفس الشيء مزيد استقال نوى هو فعل مجرد تفاعل فعل مزيد وسعيد فعل نعم مجرد سعيد إذن عامل هدأ نوا سعيد هما أفعال مجرد بينما الأفعال مزيدة استدهر انطلق استقال تفاعل كلها أفعال مزيدة زاد عن أحرفها الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف دزوء السؤال الموالي دائما في الصرف والتحويل إثنان جرد الأفعال التالية من حرف الزيادة هدأ الأفعال هدو فيهم حرف الزيادة إذن أغنحيد لهم داك حرف الزيادة إذن هنا يناقش الأصل ديال الكلمة هو أو الأصل ديال الفعل هو ناقش أنا زولت حرف الزيادة هو هذا الألف هذا استخرج خرج خرج استقل قل إن عرج عرج إذن هدو الأفعال مجردة إما السؤال كيكون جرد الأفعال التالية من حرف الزيادة أو اجعل الأفعال التالية أفعالا مجردة ما فهم السؤال الثالث انتبهوا معي دائما أتمم الجدول التالي إذن هنكملوا هذه الجدول عندي الأفعال المجردة هنا عندي الأفعال المزيدة هنا عندي حرف الزيادة إذن ساليمة حرف زيادة ثلاثة أحرف إذن ساليمة هتقول لي استسلامة استسلامة إذن زدنا ألف والسين والتا فنتغي ساليمة أولاد استسلامة كاشف حرف زيادة حرفين إذن كاشف اكتشف نعم إذن حرفين وما تا والألف خرج حرف واحد إذن أخرج إذن أخرج وفعل المزيد وما زدناه من حرف زدناه حرف واحد وهو حرف الألف دوزو للسؤال الرابع دائما في مكون الصرف والتحويل رابعا أصنف الأفعال التالية حسب الجدول إذن عندي الأفعال عندي الفعل الصحيح هنا عندي الفعل المعتل الفعل الصحيح كما كان عارفو يتكون من الفعل السالم المضاعف والمهموز بينما الفعل المعتل كي تكون من الأجواف الناقص المثال لفيف مفروق ولفيف مقرن نبدأ بطافة طافة هو فعل ماذا؟ وفعل معتل أجواف لماذا؟ في نوع حرف العلكين في الوسط طافة نعم ثم ملأ ملأ فعل صحيح مهموس ملأ وجد هو فعل ماذا؟ فعل معتل مثال وجد إذن في نوع حرف العلكين في الأول أول كلمة وجد مد هو فعل ماذا؟ فعل صحيح مضعف إذن فيه التضعيف مد رعى هو فعل ماذا؟ فعل معتل ناقص رعى وعى وهو فعل معتل لفيف مفروق وعى ثم أخيرا شوى لفيف مقرون يعني فعل معتل لفيف مقرون شوى إذن بالنسبة قطنة كلمة واحدة مدرناهاش يهدي صاعدة صاعدة هي فعل أو هو فعل صحيح سالم صاعدة دوزل الآن إلى المكون الثاني ومكون التراكيب دوب سؤال الأول أبين نوع الخبر في الجمل الإسمية التالية إذن عندي الجمل هما هذا ونوع الخبر هو هذا اللاعبون في الملعب نوع الخبر إذن اللاعبون طبيعة الحال ومبتدأ في الملعب خبر إذن هنا شبه جملة جال الخبر شبه جملة شبه جملة شبه جملة شبه جملة يعني من الجاري والمجرور نعم جار والمجرور الجملة الثانية الأم تعد الطعام الأم تعد الطعام إذن هنا بعدها في الجملة الأولى في الملعب هنا تعد الطعام تعد الطعام إذن هنا الخبر الأم مبتدأ هنا الخبر جاء جملة فعلية جملة فعلية إذن ابتدأ بفعل هنا تعد تعد ماذا؟ تعد الطعام ما فهم؟ إذن جملة فعلية الطبيعة مناظرها خلابة إذن مناظرها خلابة بنسبة لنوع الخبر جاء جملة اسمية جملة اسمية إذن جملة اسمية ابتدأ الخبر بالاسم ابتدأ الخبر بالاسم إذن الخبر بدأ بالاسم وهنا الخبر بدأ بالفعل نعم هنا ابتدأ الخبر بالفعل والفعل إيشنا هو؟ هو تعد لا فقط هذا يعني كنزيدهما صفي باش نشرحه صفي اما هو المطلوب فقط نوع الخبر الحياة صعبة حياة صعبة نسترع لها صعبة لانك تمثل الخبر ان الخبر جاء مفرد مفرد يعني عبارة عن كلمة واحدة عبارة عن كلمة واحدة مان غادي اندوزو باش نكمل التراكيب في الصفحة الاخرى بمايا السؤال الثاني دائما في التراكيب اكمل الجمل بخبر مناسب حسب المطلوب لان عندي هذه الجدول كي تكون من بعض الجمل ما مكملاش غادي نكملوها احنا يا ونكملوها بخبر الجملة الاولى الاستاذو هنكملها بنوع الخبر جملة فعلية اذا الاستاذو الجملة فعلية يشرح الدرسة اذا يشرح الدرسة هنا في نوع الفعل هو يشرحه اذا هنا الخبر يبتدئ بفعل فعل شرحه يشرحه فعل مضارع اذا الاستاذ يشرح الدرسة هنا نوع الخبر وهو جملة فعلية هنا التلميذ جملة اسمية اذا نقدر نوع الخبر جملة اسمية اذا التلميذ لباسه انيق إذن لباسه أنيق الخبر جاء جملة إسمية سنقلب الخبر مفرد السملة ال�ût رائعة رائعة سنقلب مفيدة سنقلب جميلة سنقلب الخبر مفرد نسبة للمتعلمين نوع الخبر شبه جملة من الظرف المتعلمون في الساحة في الساحة إذن هنا شبه جملة من الظرف يمكن تكلموا على الظرف يعني فوق تحت يعني في حرف ج دم في الساحة كي بينا بأن هذا رمكان يعني المتعلمون في الساحة نعم دوز السؤال الثالث دائما في التراكي أكمل جملتين بناسخ حرفي مناسب واشكلها إذن شكلها يعني أشكلوا هذه الجملة إذن نسخ حرفي غادي مبدونا يا كانت الطبيبة عفوا طبيبة مونشغلة بالمارضة منشغلة لاش قلنا منشغلة إذن شنو القاعدة ديال كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إذن شكتدل كترفع المبتدأ وتنصب الخبر إذن هالمبتدأ مرفوع والخبر رامنصو نعم كانت هنا يا أمسى أمسى المهاجر سعيدا أمسى المهاجر المهاجر سعيدا هندير واحد الألف هندير التنوين إذن هنا يا عبتني نفس الشيء ترفع المبتدأ وتنصب الخبر سؤال الرابع أتمم ملء الجدول بما يناسخ إذن عندي هنا الجملة أو الجملة الإسمية هنا عندي الناسخ هنا هنا اسمه هنا خبره وضلى إذن ظلى اسمه المهاجر 인데 الاسم ديال غلى هو المهاجر والخبر هو متمسقا إذن نكمل متمسكا هو خبره ظل المهاجر متمسكاً بوطنه ظل هو الناسخ نعم اسمه المهاجر متمسكاً هو خبره والخبر جاء هنا مفرد بات المريض يشكو من الألم الناسخ هو بات المريض نعم يشكو من الألم هنا جملة فعلية يشكو وفعل المضارع يشكو من الألم جملة فعلية ما زال الفلاح في الحقل ما زال هو الناسخ الفلاح اسمه وخبره في الحقل حقل يعني جار ومجرور يعني جملة اسمية أو شبه جملة في الحقل جاء شبه جملة شبه جملة من الجار والمجرور أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة دا أصبحت هو الناسخ اسمه الحديقة ثم خبره أزهارها متفتحة متفتحة نعم أزهارها متفتحة الخبر هو هذا أزهارها متفتحة نعم ندزل الآن الإعراب خامسا أعرب الجملة التالية إذن سبه أعرف ولكن أعرب إذن أعرب إعراب أعرب الجملة التالية إذن الجملة هو صار العصفور يغرد صار هو فعل ماض ناقس فعل ماض ناقس نعم العصفور العصفور اسم كان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يغرد هو فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع والفائل الفائل ضمير والفائل ضمير ضمير مستتر تقديره هو من غرد هو هو يغرد نعم هو والجملة الفائلية والجملة الفائلية يغرد يغرد في محل نصب خبر في محل نصب خبر إذن صار هو فعل ماض ناقس العصفور اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره يغرد فعل مضارع مرفوع والفائل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفائلية يغرد في محل نصب خبر نعم إذن بهذا قد نكملنا للفيديو اللي كان يخص فقط مكويني الصرف والتحويل والتراكيب لأنه إلا زد الإملاء سيأتي الفيديو طوي خليت الفيديو آخر إن شاء الله كنتم معكم الأستاذ محمد بخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته